بقول لكم الناس اللي بتحرم بالمتنقدين مع نفسهم زي ما بقولك ايه زي كده ما بقولك زي ما يطلع شيخ ودي من مفارقات الكوميديا الافتائية عند البعض يطلع شيخ في برنامج كامل ويحرم التصوير امال انت يا مولانا ظهرت على الشاشة دي ازاي بالروح القدس امال انت بصورينك بايه بتصور في الزير ما انت طالع 600 كاميرا عملا تصورك وانت طالع تحرم على الناس التصوير شفت انت شفت في حياتك حاجة زي كده وزي واحد قولك لا الموسيقى حرام وهو مش عارف ان حياته كلها موسيقى رنت الموبايل اللي عند حضرت جناب فضيلة سيادته موسيقى جرز الباب موسيقى كلاكس العربية موسيقى المينتور بتاع رسم القلب البليب بتاعه دوت موسيقى دي موسيقى شئنا ام ابينا رفضنا ما رفضناش دي موسيقى فلو انت حضرتك عاوز تحرم الموسيقى ايه واحد راكل كلاكس بقى العربية واسع يا اصطا كده وخلاص والعملية تمشو حنتفرج ونستمتع وتبقى ليه لا نجف او جرز الباب افتح يا عبد السطار بدل بدل دير الانتر افتح يا عبد السطار يعني مش عارف الناس تحس ان هم من كوكب اخر من جيء يعني يا جماعة الموضوع مش كده احنا قلنا ان بص بص عد معاي عد معاي مجمع البحوث الاسلامية هيئة كبار العلماء مشياخة الازهر الشريف دار الافتاء المصرية المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وزارة الاوقاف جمعيات الخيرية والجمعيات الشرعية والاي حد كله قالك ان الموسيقى حلال المعاسف يعني حلال بشرط قال لا تلهي عن ذكر الله وبشرط قال لا تجر الى فحشة وبشرط قال لا تكون مصاحبة لفسق ولا لفجور ده بكلم عن المعاسف اما الاغاني حلال وحلال وحرام وحرام كلام واضح واكتر ناس تشددوا في المسألة قالك قضية خلافية وده اللي انا ذكرت وقلت قضية خلافية مين اشهر واحد قال انها قضية خلافية الامام الشوكاني صاحب نايل الاوتار طب انا اعمل ايه اذا كان حضراتكم بعض الناس يعني ما بيقروش